السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بنعمل مع بعض مراجعة شاملة على جزئية الميت تيرم في إيكون وان هندرد ون والمراجعة دي مهمة للغاية اللي بتعتمد على تجمعات الأسئلة المهمة في الأسايمينز وفي الكويزز اللي بتيجي دايما في المايكرو ايكونوميكس ايكون وان هندرد ون طبعا يفضل لانت تكون مذاكر جزئية الميت تيرم وشرحات السلايدات ثم تبدأ بعد كده تحل هتلاقي اللي انا حطيت على جروب التليجرام معانا حوالي 47 ملف ويرد انا مجمعتهمش في ملف واحد عشان ما بقاش ضخم ومعقد وانا مجمع في كل اسئلة الميت تيرم اللي ان شاء الله مش هيطلع منها الميت تيرم بتاعنا تمام؟ هنبص مع بعض كده على أول فايل عندنا همسك كده الفايلز فايل فايل ده كان أسايمينز جاء التيرم اللي فات وهو مهم جدا وبيجي منه أسئلة متشابهة واول سؤال بيسألني هنا عشان نجعل دايما الافتراضات في علم الاقتصاد الجزئي ونركز اهتمامنا على الأشياء المهمة فعلا الاتصاديين بيستخدموا الاسمشن وهي الافتراضات عشان أفكر في العملية الهامشية تمام؟ أو المرجن أو الهامش دايما هامش الربحة هامش التكلفة دايما بنحط في الاعتبار إزاي إن لما بنفكر في الهامش هامش الربحة أو التكلفة دايما تغير في متغير يعني تغير بنسبة قليلة في متغير بيأثر على متغير آخر وش على كوستن سيكس ونكبر شوية نعمل زوم مايكرو ايكوناميك is best described as the study of دايما علم الاقتصاد الجزئي يعني أفضل شرح ووصف ليه هو دراسة the choice made by individual household firm and governments هو الافتراضات الذي تم عملها عن طريق اللي هما ساكني المنازل أو الساكنين أو الناس اللي في المجتمع firms المؤسسات و governments الحكومات سؤال الثالث there is a negative relationship between variables they move in opposite direction لما يكون فيه علاقة سلبية أو غير موجبة بين اثنين من المتغيرات دايما بيتحرك المتغيرين دول في اتجاهات متنقدة واتجاهات متضادة تمام؟ بينما لو كان positive relationship they move in same direction تمام؟ وش على سؤال خمسة بيقولك suppose you find by studying one extra hour for your exam you can increase the score by four point how many hours of studying do you need to increase the score from 60 to 80 assuming relationship is linear هو بيقولك دلوقتي عشان أزود درجاتي أربع درجات كل اللي أنا هاعمله هروح عامل 80 ناقص 60 هاي الديني 20 واخد العشرين أقسمة على عدد الpoints divide four تمام؟ أو divide four ودي ها تديني خمسة الإجابة five hours أوكي؟ يبقى الإجابة c بعد كده بنخش على سؤال من الأسئلة المهمة جدا بس هو يتجاوب هنا معلش خطأ بيقولك suppose that your tuition خلينا ننزل السؤال ده تحت عشان يبقى موجود في صفحة واحدة مع الإجابة وده التصليح بتاعه suppose that your tuition to attend the college 24 thousand a year spend eight thousand per year on room and board if you were working full time you could earn thirty thousand dollar per year what is the opportunity cost وهنا على حساب opportunity cost كل اللي أنا بعمله لازم أجمع كل الأرقام اللي عندي يعني 24 الف دولار تكلفة الدراسة في الجمعة 8000 دولار تكلفة الغرفة والسكن و3000 دولار اللي أنا كنت لو اشتغلت full time دوام كامل أكسب 30 ألف دولار فأجمع 24 ألف زائد 8 زائد 30 وده هيديني يا جماعة الخير 62 ألف مش 54 ألف فديعنا نصلح الإجابة دي وده correction بتاعه سؤال سبعة point outside the production possibility curve وهو منحنى إمكانية الإنتاج be represent combination of products that are attainable دايما أي نقطة outside unattainable لو inside يبقى possible مش efficient on the possibility production curve يبقى efficient يبقى فيه لو outside unattainable أو impossible لو inside تبقى possible بس inefficient لو on the production possibility curve يبقى efficient و possible يبقى عرفنا كل الثلاث حالات يا جماعة تمام نخش على question 8 relax saving time by driving faster is example دايما إلا أنا عشان أوفر وقت فسرعت في السرعة واستهلاك البنزين بدا marginal benefit يعني مكسب هامشي of driving faster increasing the severity of any injury from a potential accident due to margin faster is driving faster أو marginal cost يعني أنا فعلا أوصل في وقت سريع ولكن في قصوة وفي يعني تعرض لمخاطر حدثة وإصابات في حدث لأنني بأقود بسرعة دايما بنسميه التكلفة الهامشية يعني الربحية الهامشية هي اللي أنا أقدر أوصل أسرع في وقت أقل ولكن التكلفة الهامشية هي مقصود هنا مش بالهامشية ليها قليلة مقصود بيها ليه يعني الفروق بين التكلفة لو أنا كنت ماشي بالراحة أو ماشي بسرعة فده سؤال من الأسئلة لأن هنا بيقول لك يعني العائد متناقص ففعلا لو أنا عندي اللي أنا كان عندي السوابت كلها سبتة بتاعت الإنتاج ولكن في معامل أو دور معين وفاكتور معين حصل له يعني تضاعف يبقى لأن مش يبقى هيبقى لزا دابل هيبقى أقل من النص ودي مهمة جدا 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 في الحالة دي لما يكون عامل زي وان فاكتور دابل يبقى الاوتبوت لزا دابل خش على السؤال العاشر لأن طبعا ديمانيشين ريتور يعني لما تكون المرتبات الحقيقية تزيد ولكن المرتبات الإسمية لا تزيد ده معناه أن الأسعار بتقل وبتنخفض السؤال اللي بعد كده مديني عدد من الساعات ومرجنال بنيفت في جدول وقال لي أن المرجنال كوست بستين دولار في الساعة وخالد بيشتغل بأوبن بيفتح المحل عشرين ساعة اللي عندي فتحوا وعشرين ساعة المرجنال بنيفت مية وتمانين واحد وعشرين ساعة المرجنال بنيفت بتقل وثلاتة وعشرين ساعة ثلاثة وعشرين ساعة وثلاثة وعشرين ساعة بلوك مش لازم يفتح يبقى هو فكرة اللي هو لو أنا عندي دلوقت بتاعتي ليه لأن أنا عندي هنا المرجنال بنيفت مية وتمانين ساعة تمام والمرجنال كوست اللي هو المرجنال بنيفت مية وتمانين دولار يعني والمرجنال كوست ستين في الحالة دي أنا لازم أشوف الفرق بين العشرين للاربع وعشرين يبقى أربع ساعات فأنا بقول هنا أولا لازم نكون فاهمين حاجة كويسة جدا أنا هنا مش مقصود بيها ثمان ساعات هي عشرين ساعة أصلحها تمام طبعا اللي هو يفتح عشرين ساعة مش أبتمل ليه السبب لأن أنا عندي عشرين ساعة بعمل مية وتمانين دولار تمام للساعة الوحدة بينما المرجنال كوست بتاعي هو ستين دولار في الساعة تمام طيب يبقى أنا عندي المرجنال كوست لو أنا عندي عشرين ساعة عضرة بالعشرين في ستين فأكيد أكتر من المية وتمانين فده مش أبتمل طب إيه الأور اللي مفروض يفتحها دي عايزة تركيز جامل جدا مننا هنا هقول عند طب ليه أو أقصد هنا هيكون المرجنال بنيفت بستين تمام يبقى أنا لو فتحت تلاتة وعشرين يبقى هو ده الأوبتمام لأن ستين هدقل بنيفت هيساوي تمام بينما لازم أعود فات على غير تلاتة وعشرين لو قلت 24 هتكون أربعين ساعة أقل من الستين يبقى كده مش هينفع يبقى أنا عندي أقصى حاجة تلاتة وعشرين تمام يبقى بريك إيفن يعني إلى مكسب ولا خسر وده كده الأسايمنت التاني الأسايمنت الأولاني بتاعنا طبعا فيه اتنين أسايمنت نزلونين عندنا تمام نخش على الفايل اللي بعد هتفتح كل فايل وتذاكر الامسي كيو وتشوف حل المسائل يعني وحتى أصلا الفيديو نفسه يعني بيعتمد اللي أنا براجع بس على الملفات هنبص بعد كده على السؤال ده يعني العوائد أو الهامشية المتنقصة بتحدث دايما في في المدى القصير السؤال التاني وهو نفس السؤال بس أنا عامله كصورة السؤال التاني وده سؤال مسي كيو explain the relationship short run average total cost وmarginal cost why average total cost U shaped in short term ليه بيكون الشكل المنحنى واخد حرف U في المدى القصير طبعا أنا عامل هنا شرح تفصيلي انت ممكن تختصره تمام يعني ده بيبقى سؤال مقالي دايما بييجي في المدى القصير أنا عامل هنا شرح شوية يعني ممكن يكون معقد بينما انت ممكن تحفظ الشرح اللي ده يكون اسهل لك اننا بقول mc curve marginal cost بيانترسكت short run average total cost في المنمان وبيكتب الحالات كلها فده ممكن تاخده كحل يبقى اسهل لك في الفاينل وتزود عليه بس الحتة دي ان ال average total cost بيكون new shape لهذا السبب اوكي يعني مش لازم تكتب الجزء المقالي اللي فوق يعني فانت بس هتبقى تقول price لما يكون minimum average total cost بيكون equal marginal cost price لو اكبر من average minimum cost يبقى average total cost اقل من marginal cost يعني كاتبهلكم بالتفصيل كلها فده هتتحفظ بعد اذن حضرتكم اوكي او ممكن لو عايز تاخد حل مختصر اكتر تحفظ ذول وخلاص اللينا عملتون بالاصفر تمام وده سؤال المقالي ممكن يجي في المتر سؤال الثالث عفوا suppose elasticity of demand of chocolate ثلاثة price decrease 20% what percentage will quantity demand for chocolate increase هنا على طول بضرب على طول يا جماعة ادم بقى دي ب نيجاتيب 20 ودي elasticity ثلاثة اضربهم في بعض فضرب ثلاثة في 20% بس اخليها بالنيجاتيب بس مش تفرق معي الاشارة دايما لما يجي احسب الquantity تمام فهتبقى 60% يعني تضرب الثلاثة في العشرين في المية ب60% الاجابة ايه اوكي طيب السؤال اللي بعد كده لو يعني عندي مرونة مرونة سعر الطلب على المية يعني اقل من واحد طبعا لازم تكون قيمة اقل من واحد يعني لازم بغض النظر مديني quantity demand و quantity supply و اتنين معادل اول ما يديني المعدلتين ويطلب مني الéquilibrium price و الquantity لازم تساوي المعدلتين مع بعض زي ما انا عامل كده يبقى 3200 minus 2p ساوي 500 plus 8p هوادي هنا negative 2p بال plus مع 8p وال 500 بالنقصة غير اشارتة مع 3300 يبقى 8p زائد 2p ب3300 مينس 500 يعني 10p ساوي 2800 يعني الprice ب2800 قسم 10 ب280 يبقى ده price of equilibrium طبعا عايز اجيب الquantity بتاعة الéquilibrium هروح على المعدلة الاولانية هكتبها 3300 ناقص 2 في p وشي لل p 280 هعمل على الآلة 3300 ناقص 2 في 280 هتديني 2740 والprice equilibrium ب280 وده مهمة جدا 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 بعد كده يعني التغير في كمية اللي هو العرض بتكون سبب في تغير في price of product او اللي هو ساعر المنتج تمام وده اسئلة كلها الامسي كيو مفروض نحفظها يا جماعة بعد كده price الassisted of demand 0.5 ده بيمين increase in price cause decrease in quantity demand عشان اعرف الاجابة لازم اول الرقمين الاولاني اقسموا على التاني سوري التاني اقسموا على الاولان اللي هي 15 اقسمهم على 30 ولو اقسمتهم من غير percent هاي ديني 0.5 او نص يبقى الاجابة هي دي يعني لو اقسمت 1 على 20 مش هتنفع 1 على 5 مش هتنفع 100 على 20 مش هتنفع اما 15 على 30 بـ 0.5 يعني معنى لما يكون بتاعي تمام يبقى التوتل ريفنيو او العائد الاجمالي بيزيد لما لانه ودي حفظ يا جماعة بعد كده هنخش على سؤال 9 وده انا هنزله عشان يبان مع الاجابة بتاعته بنقول ايه هنا بنقول suppose that are only consumer product price 6 dollar first consumer اشترى 12 second consumer buy 8 insert consumer اشترى 3 if draw market demand curve ايه quantity demand عند 6 dollar كل اللي انا بعمله بجمع الكميات 12 unit plus 8 unit plus 3 unit هيديني unit ده من سميه الو addition of quantity demanded خش على السؤال اللي بعد كده when demand decrease وال demand curve shift to the left يعني منحنى ال demand بتاعي الطلب بتاعي بيتحرك في اتجاه اليسار الإكليبريان price بتاعي بي decrease وال quantity بتاعتي بي decrease ودي مهمة جدا جدا يبقى demand decrease يبقى equilibrium price decrease يبقى equilibrium quantity decrease كله decrease يعني هنا دي طب لو كان increase يبقى increase 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 معايا خدوا بالكم من الكلمة دي اهي اللي هي جاتلي decrease خلتلي كلهم decrease كش على سؤال 11 بيكلمني عن cost do not require monetary payment هي التكاليف اللي بتحتاج لا تحتاج الى monetary payments او دفعات مالية هي implicit cost سؤال 12 وده انا هنزل بي شوية بعد اذن حضراتكم بيطلب مني هنا اللي انا عايز احسب price بتاع الابل بي increase من 1 ل 1 دولار و 10 سن وال quantity من 10 90 هنزل عرف price الاصيستي وده بنستخدم قانون percentage change of quantity divide percentage change of price هنا بنفهم على طول ان من 1 دولار ك price بيزيد من 1 دولار ل 1 0.10 يعني price زياد 10% فاعمل 10% تحت بينما quantity by decrease whatever by decrease or increase من 100 ل 90 يعني فيه تغير 10% المفروض الاتنين التغير دول انا بقسمهم على بعض يا جماعة يعني تمام ثانية واحدة يعني كأني اسمت 10% على 10% تديني واحد وده سؤال مهم جدا بشوف التغير في 10% 10% 10% 10% يبقى واحد سؤال اللي بعد كده اخلص كده خلص بتاعنا هنخش اللي اسمت ده مهم جدا بيجي منه في الميتر من نفس الأفكار نخش على الملف اللي بعد انا قلت لكم باعت حوالي 47 ملف بعد كده هنبص طبعا انا مش هقدر اعمل الملفات كلها ولكن انا بحاول وافتراضات وده حليته معاكم وهنا بتكلم على مرجن وكده فده ممكن تلاقي بعض الملفات مكررة مش مشكلة خش على الملف الرابع وهنا بنتكلم على وده مهم جدا اللي اللي ايجار مثلا مساحة مساحة للشركة أو مؤسسة يعني عايزين نقول ان المحاسبين بيركزوا على بينما الاقتصاديين بيركزوا على explicit وال implicit اوكي دي مهم يبقى المحاسبين explicit cost بس بينما explicit وimplicit دول بيكون الاقتصاديين السؤال اللي بعد كده a firm will not shut down in the short run as long as the point where marginal revenue يساوي marginal cost يبقى دلوقتي المؤسسة مش هتعمل shut down وتغلق عملية اغلاق لو كان marginal cost يساوي marginal revenue الا وفي حالة كمان ان price دي معناها يا جماعة price دي معناها price of good يكون اكبر من average variable cost وده برضو القانون التاني مهم فاكن افيرم experiencing diminishing marginal return يبقى at least one factor of production is fixed يبقى بنقول لو في marginal return يبقى الحالة اللي بنختار ه يكون في عامل من عوامل الانتاج كان ثابت وغيرت عوامل تانية Perfectly competitive firm change a price equal to average total cost لو يكون في حالة منفسة كاملة المؤسسة بتحط سعر charge sorry مش change charge a price يكون مساوي لل average total cost يعني ايه يعني price p يساوي average total cost average ثانية total cost وفي الحالة دي بت earn economic profit equal zero يعني break even يعني ممكن تيجي كلمة break even او economic profit بzero ودي مهمة جدا 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 بعد كده margin revenue equal to the price perfectly competitive firm لما يكون العائد الهامشي يساوي السعر في حالة مؤسسة في تنافس كامل كده total revenue العوائد الكاملة بتزيد لما price of good when additional units sold لما بيع وحدات اضافية في السوق اكتر وده لوجيك ان العائد يزيد price taker buyer seller who هنا لما يكون دلوقتي ان المشتري بياخد السعر اللي بتحطله يبقى هنا بنقول ان seller take the market price as given هنا البائع بياخد السعر اللي السوق بيحدده ودي مهم ما جيدنا في perfect competitive الحالة دي يا جماعة هكتب لك هو perfect competition لالتنافس الكامل بعد كده بنقول عندي لاحظة بس دي يعني ثانية دي اعدلها الاجابة c هي الاجابة c عملها بس بالاسود دي هفاهم هلكم حالا يبقى الاجابة اللي معايا c لا دي لا ثانية الاجابة c ده الوكي سلوش هنا بيقول